بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء في هذه الحصة الجديدة والتي تتعلقنا طبعا بتقويم ودعم للدرس الأول والثاني طبعا المكون التاريخ إذن طبعا الدرس الأول هو التاريخ والمؤرخ والدرس الثاني هي عصور ما قبلها التاريخ والعصور التاريخية إذن أنشطة لتقويم ودعم التعلمة طبعا الوحدة الأولى طبعا لتذكير فقط فعدنا طبعا الدرس درسين الجزء تميل أول أسمي نوع الآثار الممثلة في كل صورة من الصورة الثلاث نعم هالصورة الأولى لكلبين طبعا في متحف وهذه طبعا بنايات طبعا مشيدة قديمان ثم هذه هي رقصة طبعا شابية إذن سنسمي الآثار هذ آثار هذا رが بينها طبعا اللقعة الآثارية الغذابعا في المتحف وهذا طبعا الآثار الثابتة هذه الآثار المتنقلة وهذه الآثار الثابتة وهذا طبعا التاريخ مادي سنرى الإجابة هنا هاي طبعا هذاommually السورة لكلب أو هذا القلب الموجود طبعا في المتحف فهو الآثار متنقلة نعم إذن الصورة طبعا هي الثانية الصورة بائية الأعثار التابتة طبعا البنايات طبعا المشيدة قديما ثم عدنا هنا التراث لا مادية هذا الرقص الشابير هي التراث لا مادية هذا بالنسبة طبعا التميلي الأول من النشط الأول هنا قالوا لنا أجيب عما يلي أحدد المصادر التي يعتمد المؤرخ في إنجاز بحثه وأعطيه مثالين لكل مصدر نعم هنا أحدد المصادر التي يعتمد المؤرخ إذن ما هي المصادر؟ لأنه مصادر طبعا هي تكون مكتوبة وعندنا طبعا الأشريطة لدينا صنرة إذن المصادر التي يعتمدها المؤرخ في إنجاز بحثه كده المصادر المكتوبة بحل المخطوطات الإسلامية الكتابات المنقوشة طبعا على الصخور المآتر التاريخية المآتر التاريخية بحل اللقاء الآثارية ثم كده البنايات الآثار التاريخية بحل البنايات وليلي بقايا البنايات المشهدة قادما قبة المرابطية وغيرها ثم المصادر الشفاهية والرقمية وهي شهادات أشخاص مثل الشهادات الشفاهية هي شهادات أشخاص عاشوا أو شاركوا في الأحداث مثلا الأجداد الذين شاركوا في المسيرة الخضراء فهي تسمى مصدر شفاوي ثم الرقمية بحل أشريطة وطائقية أقراص مدمجة طبعا أشريطة وطائقية وأقراص مدمجة إذن هذه هي المصادر التي تسمدها المؤرخ المصادر المكتوبة والمآثر التاريخية والمصادر الشفاهية وطبعا الرقمية بالنسبة للسؤال تاني هنا أبين الخطوات التي ينهجها المؤرخ في إنجاز عمله إذن المؤرخ طبعا ينهج المؤرخ خطوات في إنجاز عمله اللي هي أربع خطوات أساسية هي هذه أو الخطوات التي ينهجها المؤرخ في إنجاز عمله تحديد موضوع البحث نعم تانيا اكتشاف أحداث جمع الوطائق والمستندات ثم يقوم فرزها وترتيبها ثم تفسير الوقائع والأحداث وتدوينها تفسير الوقائع والأحداث وتدوينها جالس الأخير في التمرين أعرفه بمصطلح التراث اللامادي نعم نقوم بتعريف للتراث اللامادي طبعا التراث اللامادي الممارسات والتعابير والتقاليد والعادات طبعا التي تحتفظ بها الذاكرة الشعبية مثل الرقصات الشعبية وكذلك الاحتفالات سبقا وأنشناتش في الدرس ممارسات التراث اللامادي والممارسات والتعابير والعادات والتقاليد التي تحتفظ بها الذاكرة الشعبية مثل طبعا الرقصات الشعبية والاحتفالات نمر إلى التمرين الثاني ألاحظ الصورتين آليف والصورة با وأستخدم من مضاير حياة الإنسان في عصور ما قبل التاريخ وأصوغ ما توصلت إليه إذا هنا الإنسان اكتشف الإنسان الزراعة فهو يقوم بعملية الحارث وطبعا الزرع وبناء أكواخا وهنا اكتشف الإنسان طبعا هنا نعم النار اكتشف الإنسان النار التي طبعا استعملها في الطهي وكذلك استعملها في طبعا صهري المعادن لصنع أدواته ها هي عدنا هنا يا صورة واحد مارس الإنسان القديم مجموعة من الأنشطة الفلاحية كالحارث والزرع وعدنا هنا حق تجين الحيوانات وبناء طبعا الأكواخ صورة ثانية طبعا هنا بالنسبة الصورة طبعا الثانية اكتشف الإنسان القديم النار فاستعملها في طهي الطعام وكذلك صهري المعادن لصنع الأدوات التي استعملها طبعا القانس للصيد وكذلك طبعا لحمايته نفسه طبعا اذا طبعا هنا الأكواخ نعم هنا ها ملخص هوا فقرة صغيرة اكتشف الإنسان القديم النار فاستعملها في طهي الطعام وصهري المعادن التي صنع بها أدوات معادنية للصيد والقانس وحمايته طبعا نفسه مهم لستعملها في حياته كما اكتشف الإنسان القديم الزراعة التي ساعدته على الاستقرار نعم اذا الزراعة كان لدور كبير في استقراري طبعا عن الإنسان القديم وطبعا كما انه بناء أكواخا اذا هذا ما يتعلق بطبعا أشهد التقويم والدعم أتمنى أن تكون قيد صعبا